بدعم من التحالف الدولي وتنسيق مع القوات العراقية باتت قوات سوريا الديمقراطية على أعتاب تحرير ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابية حملة عاصفة الجزيرة التي تقودها قسد أطبقت الخنق على التنظيم الإرهابي وباتت تحاصر أكثر من 65 من قياداته في بلتة هجين غالبيتهم من العراقيين ومن جنسيات أجنبية مع وجود أكثر من 800 معتقل لدى التنظيم في البلدة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في غضون ذلك أنشأت سوريا الديمقراطية نقاط مراقبة في المناطق الحدودية مع العراق في ريف دير الزور الشرقي وذلك بعد أيام من تحريرها منطقة باغوز الحدودية بهدف تأمين الحدود ومنع تسلل عناصر التنظيم بالتزامن مع ذلك نفذت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت من خلالها بلدة الشعف الخاضعة لسيطرة داعش في الريف الشرقي في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين عناصر التنظيم من جهة وقسد من جهة أخرى على محاورة في محيط بلدة هجين وباغوز فوقاني بالريف ذاته وفي السياق نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل بأنه تم مؤخرا تفعيل الدور الفرنسي في العمليات لافتا إلى أن القوات الفرنسية باتت تنتشر في مناطق منبج وكوباني والرقة والحسكي وعين عيسى ونشرت بطاريات صواريخ في قرية باغوز موضحا أن تفعيل المشاركة الفرنسية ترافق مع إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين قسد والجيش العراقي لضبط الحدود السورية العراقية